بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و به نستعين و صلاة و سلام على أشرف الأنبياء و المرسلين نبينا محمد عليه و على آله أفضل الصلاة و تم التسليم أما بعد السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و أهلا و مرحبا بكم في درسنا لهذا اليوم في مدة القرآن الكريم و الدراسات الإسلامية أسعد و أتشرف أن أتواجد معكم في هذا الدرس الأستاذ محمد بن أحمد الناصر بإذن الله تعالى سيكون حديثنا موجهة لصف الأول التأهيلي و عنوان درسنا لهذا اليوم إن شاء الله و تعالى الصدقة الجزء الثالث الصدقة الجزء الثالث سنتحدث فيها بإذن الله تعالى عن بعض ما كنا بدأنا في دروسنا السابقة و لكن في البداية لدينا تعليمات هامة و لكن في البداية لدينا تعليمات هامة أولا اختيار المكان المناسب للتعلم ثانيا أجهز كتابي و أدواتي المدرسية ثالثا أتابع الدرس بتركيز حتى انتهاء الوقت المخصص له إذن يا أبطال من المهم جدا أن أختار المكان المناسب للتعلم بعيد عن كل ما يشغلني عن الدرس ألعاب مشاهدة تلفاز آيباد كورة بجانبي أي شيء يشغلني عن الدرس أجعله بعيد عني الشيء الثاني مهم تواجد الكتاب و القلم لديك في هذا الدرس و كذلك لدينا ثالثا من المهم جدا أن أستمع إلى الدرس من البداية و حتى الوصول إلى نهاية هذا درس أبطال اتفقنا على هذه النقاط الثلاث قلوا بصوت مرتفع اتفقنا أحسنتم إذن لنبدأ على بركة الله أتأكد أن الكتاب الذي لديه هو كتاب الطالب و الأنشطة لمعاهد و برامج التربية الفكرية صف الأول التأهيلي أتأكد أن هذا هو الغلاف الذي لديه للكتاب الدرس الثالث الصدقة بإمكاني كذلك في تصوير هذا البركود و سيتوجه به إلى رابط الدرس الرقمي في الصفحة الدرس رقم 22 و ذكرنا أن الصدقة نقصد فيها إعطاء المحتاجين من الأشياء التي أملكها هل هي المال؟ ليست المال فقط ربما مال ربما ماء بارد ربما كسوة الملابس يعني أعطيهم بعض الملابس التي يحتاجونها كل هذه تعتبر من أنواع الصدقة و هي تدل على تكاتف المسلمين فيما بين بعضهم ترابطهم فيما بعضهم و أن ديننا الإسلامي يدلنا و يحثنا على ذلك بتوجيهات من نبينا صلى الله عليه و سلم قدوتنا عليه الصلاة و السلام أرشدنا إلى هذا الهدي و إلى هذا الطريق الذي يؤدينا إلى رضوان الله سبحانه و تعالى و إذا قمنا بهذه الأعمال التي دلنا عليها نبينا محمد صلى الله عليه و سلم و منها الصدقة يعني كلنا نريد الجنة بالتأكيد من الأعمال التي ترفعني درجات في الجنة الصدقة من الأعمال التي تجعل الله سبحانه و تعالى يرضى عني الصدقة كلنا نبحث عن رضا الله سبحانه و تعالى فالصدقة مهمة جدا لأني أكسب فيها الأجر العظيم و رضا رب العالمين و اقتداء بهدي نبي محمد عليه الصلاة و السلام إذا لنتذكر الأهداف العامة التي لدينا أن يتعرف الطالب و الطالبة على الصدقة و فضلها الأهداف التدريسية أن يحرص الطالب و الطالبة على الكسب الحلال أن يفهم الطالب أن يدفع الصدقة للجهات الرسمية أن يتدرب الطالب على عدم إعطاء الصدقات للمتسولين لنتذكر الحديث سويا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه و سلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب و إن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل هذا الحديث أشارنا إليه ما يستفاد من الحديث كذلك احرص على الكسب الحلال و أكثر من الصدقة شكرا لله سبحانه و تعالى على نعمه إذن من المهم جدا يا أبطال أن نحرص على الكسب الحلال من تصدق مثل ما دلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم و لو بتمرة من كسب طيب أدلنا على أن الكسب يكون طيب يعني من عمل طيب هذا العمل و أي كان العمل الذي سأعمل فيه و أتذكر دائما إذا عملت إذا كنت أبيع في مكان أقوم بالكتابة تدربت على كتابة أبيع أي عمل أقوم بعمله أتأكد دائما أن هذا من خلاله يكون لي كسب طيب و من خلال هذا الكسب الطيب كذلك أتصدق فيكون لي فيه الأجر العظيم من الله سبحانه و تعالى فالرسول صلى الله عليه وسلم خلال هذا الحديث لأنني أكسب الكسب الطيب و المال الحلال و كذلك أتصدق بهذا المال و بعض هذا المال للمحتاجين و الفقراء شكرا لله سبحانه و تعالى على النعم التي أنعم بها علينا و النعم التي أعطانا إياها و كذلك مما نستفيده من هذا الحديث ثانيا لدينا استفيد من إحسان و المنصة الوطنية للتبرع في تقديم الصدقات لأنها الجهة الرسمية و الموثوقة و المسموح لها باستقبال التبرعات إذن منصة إحسان منصة هي وطنية أستطيع من خلالها التبرع بشكل يسير و بشكل بسيط جدا يعني ربما في السابق البعض يجد صعوبة كيف يقوم بإيصال هذه المبالغ لمحتاجين و لكن من خلال هذه المنصة توجد العديد من أشكال الصدقات التي أستطيع من خلالها انفاق المال الذي لديه في صدقات متعددة سقيا ماء و غيرها من الصدقات التي أرجو فيها من الله سبحانه و تعالى أن يتقبلها و يضاعف لي فيها الأجر مثل ما أدلنا عليه الصلاة و السلام و إن كانت تمرى صغيرة يربيها له يعني يجعلها تكبر هذه الصدقة التي كانت صغيرة تكبر حتى تكون مثل الجبل الحصان الصغير إذا الواحد ربي يعني يعتني فيه المقصود في أن الواحد مثل ما هو يعتني في هذا الصغير حتى يكبر الله سبحانه و تعالى هذه الصدقة التي تقدمها صغيرة يربيها لك يعني يجعلها كبيرة جدا حتى تكون مثل الجبل الحمد لله الله يسعر لنا في هذا الوقت حتى يعطيها هذه الصدقات يكون بسهولة جدا بمساعدة مثلاً بجانبي أحد أخوتي الكبار أمي أبي بجانبي من خلال هذه المنصة إذا كان لدي مبلغ أستطيع تحويله عبر هذه المنصة ويصل إلى المحتاجين بكل يسر وسهولة وإن كان مبلغ بسيط جداً وإن كان ريالين أو أقل مثل ما ذلك ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كانت المقدار التمر ثالثاً لا أعطي صدقة أو تبرعاً لأي جهة أو أشخاص غير مصرح لهم من الجهات الرسمية في بلاد المملكة العربية السعودية إذن مهم جداً جداً أن لا أعطي هذه الصدقة إلا لأحد مصرح لها قد أجد بعض الجمعيات المصرح لها أتأكد أنا من خلال المنصة كما نشاهد أمامنا شاهدوا أمامكم من خلال المنصة الوطنية للعمل الخيري من خلالها أستطيع إيصال هذه التبرعات يجب أن أتأكد لأن ربما أحياناً البعض يدعي أنه يحتاج إلى بعض هذه الأشياء وهو لا يحتاج أن يقوم مثلاً بالتكسب من خلالها أو هو غير محتاج وليس من الفقراء والمساكين ويأخذ هذه الصدقات ويستفيد منها هو مع عدم أحقية يعني ما يستاهله هذه الأشياء ويقوم بآخذها يعني يسوي يا أبطال مثلاً زي المسرحية أو التمثيل أنه فقير أو مسكين مع أنه مقتدر فمهم جداً أن يكون يا أبطال من خلال هذه الجهات الرسمية ويساعدني أبي وأمي أخوي الكبير أختي على التبرع من خلال هذه الجهات وهي تكون بكل يسر وسهولة رابعاً أساعد في القضاء على ظاهرة التسول بعدم إعطاء المتسولين أي شيء بعدم إعطاء المتسولين أي شيء مهم جداً يا أبطال أن ظاهرة التسول حتى لا تكثر ولا تزداد لا أعطي المتسولين الذين يطلبون الناس أي شيء يعني لو أنتمشي مثلاً أو في المسجد يأتي يطلب بعض المبالغ كل هؤلاء المتسولين لا أقوم بإعطائهم أي من هذه المبالغ فمهم جداً أن أنتبه لهذا الأمر حتى نستطيع القضاء على ظاهرة التسول لنقوم بحل بعض الأنشطة وقوم بمساعدتي بحل هذا السؤال الذي لدينا كلمة كسب في الحديث تعني عمل كلمة كسب في الحديث هي تعني العمل هل هذا صحيح أم خاطئ بالتأكيد أحسنتم هي عبارة صحيحة ومن خلالها قمنا بحل بعض هذه الأسئلة ولكن سنقوم كذلك بحلها سوياً وأخذ وقت كافي في حلها حتى نستطيع حلها إن شاء الله تعالى بالشكل الصحيح إلى هنا أكون وصلت إلى نهاية حديثي في هذا الدرس شكراً لكم على إنصاتكم واستماعكم سعدت بتواجدي معكم في هذا الدرس الأستاذ محمد بن أحمد الناصر ألقاكم في دروس قادمة إن شاء الله تعالى أطبتم وطابة أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته